اشتركوا في القناة تطلقي جزيئات دقيقة كالهباء أو الغبار في الصحب الواقعة على ارتفاع يترواح بين ألفين وأربعة آلاف متر ولتلقيح الصحب تقنيتان تتمثل الأولى في إلقاء طائرة لصواريخ مليئة بكلوريد السوديوم أو يوديد الفضة وتؤدي هذه الجزيئات دور النواة العملاقة التي تسمح بتكثف بخار الماء الموجود في الصحب ليصبح ماء سائلا وقد تستغرق عملية سقوط الأمطار ما بين 15 إلى 30 دقيقة أما التقنية الثانية والأقل كلفة فتتمثل في إطلاق صواريخ صغيرة تحتوي على هذه الجزيئات من الأرض وتستخدم الصين المتقدمة في مجال الاستمطار الاصطناعي مع ذاتها العسكرية المتمركزة بالأساس في المناطق الجافة لإرسال صواريخها نحو الصحب وهذه العمليات تثير الجدل ففعاليتها من جهة ليست مثبتة علمياً وبخاصة في المناطق الجافة حيث تتبخر الأمطار قبل أوصولها إلى اليابسة أصلاً أما من جهة أخرى فلا يعرف مدى سميت هذه الأمطار المشحونة بيوديد الفضة اشتركوا في القناة